رئيس عبدالفتاح السيسي أستاذ أعضاء التمر الصحفي أنهم دواعي صروري عن استقبل رئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الخير نحن لدينا اليوم لدينا شرف كبير استقبال في بلادنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يعمل مع الدول الأفريقية ونحن في مستهل جولاته اختار أنجولا لتكون الدولة الأولى في هذه الزيارة لعدد من الدول الأفريقية هذا معناه أن العلاقات بين مصر وأنجولا هي علاقات مهمة مهمة لرئيس المصري وللحكومة المصرية قبل اللقاء الوفدين المصري والأنجولي تبدلنا الحديث أنا ورئيس المصري حول العلاقات المصري الأنجولية ومجالات التعاون المشترك وحديثنا بعض المجالات التعاون خاصة في مجال السرعة وطبيعة الدواجن والسياحة وصناعة الدواء ومجال الدفاع ومجال الأمن المعلوماتي هذه بعض من المجالات التعاون المشترك وسنعمل على تعزيز التعاون في هذه المجالات وكذلك في مجال المياه الشرب وفي مجال المغفق العامة والبنية التحتية وفي مجال البنية التحتية فخامة الرئيس الفتاح السيسي في عصره وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تشهيد عدة مدن جديدة ومنها العاصمة الإدارة جديدة وبالتالي الشركات المصرية في هذا المجال لديها خبرة عريضة يمكن أن تقدمها لأنجولا التي تحتاج لكثير من أجل بناء بنيات التحتية والتنمية وهكذا يمكن للشركات المصرية العمل في أسواق السوق الأنجولي تناقشنا في مسألة الأمن والسلم في قرن الأفريقي في موزمبيك في كونجو كل هذه البدن الأفريقية التي تأثرت بسبب الأوضاع في ليبيا وفي السراع الأخير في السودان وهو بلد مجاور لمصر نحن ندفع نرى دروات العمل المشترك ننسى أن هناك نعمل مع دروات العربية التي تحتاج الأفريقي ومصر في مصر والسودان كلهما جزء من هذه الآليات الدولية فيجب أن ننصق معا من أجل الإيجاد أفضل أفضل ما يمكن النص الإلهي في مجال التقيقات السلم والاستقاعة في السودان تناقشنا كذلك في عدة مجالات في مجال التعاون بين بلدان التعاون النيل وأهمية مشاركة النيل والبحث المصلحة المشتركة بين الدول المصاب والدول المنبع فلابد أن يكون نهاري النيل أن يكون مصدر للوحدة به وتسوية سوء الفهم فعلى الجميع أن يجلس لطاولة الحوار وإيجاد المصلحة المشتركة حتى يستفيد فهذا المورد ليس حق لأي دولة بل هو ملك الجميع في العلاقات الدولية نقشنا الحاجة لتسوية النزاع الروسي الأوكراني وقد توافقت مصر أنجولا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن فقد سبب هذا الصراع في عدة أزمات أزمة إنسانية وأزمة استقرار لذا لابد يمكن أن يؤدي هذا الصراع لأبعاد أخطر مما نتخيل فهي من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية التانية هي زيارة مهمة لذا ندعو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يزورنا في نوفمبر 2025 حينما سنحتفل بمرو خمسين عاما على استقلال دولة أنجولا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعاني لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن أرحب بهذه الدعوة الكريمة وسنعمل على إجراء كل الترتيبات الدبلوماسية الضرورية لإتمام هذه الزيارة ترجمة نانسي قنقر